منع العلاج عن أي مصاب أو مريض هو أعلى درجات الانحطاط الإنساني وما يتعرض له الأستاذ حسن المشيمع والأستاذ الدكتور عبدالجليل السنغيس والأستاذ عبدالوهاب الحسين وبقية السجناء الذين يحتاجون إلى علاج محدد ومخصص من خلال استشاريين محددين واستشاريين هو انتهاك للحياد الطبي ومنذ 2011 إلى يومنا هذا تميزت إدارة سجن جو بانتهاك الحياد الطبي من خلال التدخل في القرارات الطبية وبالرغم من توصية المبعوث الخاص من قبل الصليب الأحمر الدولي الدكتور كاسبر وأيضا الملاحظات التي رفعها الكادر الطبي المسجون آنذاك إلى إدارة السجن إلا أنه لا زالت الانتهاكات مستمرة وحان الوقت إلى أن تتدخل الأمم المتحدة من خلال تعيين مقررا خاصا للانتهاكات الطبية في البحرين